اشتركوا في القناة امس هي صار في خلال في التسجيل اللي كنت مسجله للحلقة كاملة زي ما احنا معتادين ولما راجعت الحلقة اللي هي المشاكل التقنية من طريقة المونتاج انو نضرب الملف اللي انا كنت مسجله وحاولت اني باسرع وقت اني اسجله لكل حلقة بطريقة مختصرة وبرضو لانه كنت مشغول شوي فكان سبب في انه التوقعات كانت مختصرة ولكن زي ما انتم تعودين يعني بحاول اني اشرح الكواكب او هاد على اساس انه اعطي المام بكل التوقعات اليومية بشكل كامل اليوم ان شاء الله انه راح تكون توقعات يعني كالمعتاد شرح البيوت فياريت اللي بتابعني اللي اول مرة يشترك بالقناة اذا عجبوا المحتوى اللي طبعا بعجبوا يحط لايك ما بعجبوا يحط ديس لايك اللي عنده سؤال يكتبوا في صندوق الوصف على اساس انه نجاوب عليه في الحلقات القادمة ان شاء الله تعالى طبعا اليوم القمر موجود في منزلة الهقعة وهي سيئة لا تصلح الى الاشياء المضرة بما ينفع كمثل استخراج السموم وغيرها ومن الافضل عدم البدء باي عمل جديد رح يمكث القمر في هاي المنزلة حتى تمام الساعة 12 و 44 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت جرينيش من يوم السبت 22 يعني اغلب النهار لغاية ساعات للمساء لمنتصف الليل القمر موجود في منزلة الهقعة وبعد منتصف الليل بانتقل القمر وبصير في الهنعة وهي اللي هو طبعا من يوم 22 اللي هو من يوم السبت يعني طول يوم الجمعة في منزلة الهقعة اللي قلنا هي لا تصلح الا للاشياء المضرة بما ينفع كاستخراج السموم والاسحار وغيرها ومن الافضل عدم البدء باي عمل جديد ولما ينتقل القمر لمنزلة الهنعة وهي تصلح للمحبة والخير والقبول يعني بمعنى اخر انه من يوم السبت الاجواء او المنزلة بتصير ايجابية بشكل كبير طبعا بالنسبة للقمر لاخر يوم موجود في منزلة الثور في برج الثور واليوم رح ينتقل في ساعات المساء لبرج الجوزاء حكينا انه تأثيرات القمر لما يكون موجود في الثور بنشعر بالحذر اكثر ومن ميل المحافظة على ممتلكاتنا وقل لما نبحث عن شيء جديد يجب ان نعتمد على انفسنا ماديا وان لا نفكر في اقتراض المال من مصرف او من صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار ويمكن شراء عقار ماه وقضاء وقت ممتع في البيت بمشاهدة التلفاز مثلا اما بالنسبة للزوايا الفلكية اليوم فاول زاوية فلكية هي رح تكون زاوية اقتران سلبية بين القمر وبين المريخ وهاي رح تكون تقريبا في تمام الساعة 12 و 48 دقيقة بعد منتصف الليل تخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في اي مسعى منقوم فيه يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تثليث ايجابية رح تكون بين القمر وبين بلوتو ورح تكون هاي الزاوية في تمام الساعة 7 و 28 دقيقة صباحا بتعزز قدرتنا على السيطرة على ما شعرنا وافكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة طبعا بالنسبة لبعد هاي الزاوية مباشرة هي اخر زاوية في برج الثور بعدها بصير في عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ الساعة 7 و 28 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة 4 و 3 دقائق مساءا هذا بيعني انه الفترة المذكورة ما بين السبعة ونصف لغاية الرابعة مساءا فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار يعني اي امر له علاقة بالنواية او ناوي او عازم الامر على اني انا بدي انفذه في اوئجة الفترة التنفيذ خلو المسار بكمل عادي لانه عقد النية كان او التجهيز للامر كان قبل خلو المسار ولكن تعلن الامر وتبادر فيه في فترة خلو المسار هاي فترة سلبية طبعا القمر بعدها ساعة اربع وثلاث دقائق مساء بنتقل وبصير موجود في برج الجوزاء طبعا تأثير القمر على جميع الابراج لما بنتقل وبصير في برج الجوزاء في هاي الفترة بننشط في اتصالاتنا وبنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في افكارهم وتصرفاتهم اكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد او كلمة قال علينا انجاز اتصالاتنا الهمة من رسائل ومكالمات وغيرها ووسعنا ايضا الانضمام لدورة دراسية او تعلم لغة جديدة او الانضمام لعضوية نادي طبعا بعد هاي اول الزوايا اللي راح تكون بعد الانتقال هي زاويتين سلبيات الزاوية الاولى راح تكون زاوية تربيع سلبية بين القمر والشمس يعني القمر صار ربع بدر منتصف البدر تماما اللي هو منسمي الربع الاول ورح يكون فيه تمام الساعة ستة وسبعة وارمعين دقيقة مساء وهذا الربع بيخلق عادة او هذا الاتصال بيخلق لدينا حالي من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والافكار مما ينعكس سلبا على علاقتنا مع الاخرين اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية من الزوايا البطيئة وهي بدكوا تركزوا معي فيها مصبوط هي زاوية تربيع سلبية راح تكون بين الزهرة وبين المريخ وهاي راح تكون فيه تمام الساعة 11 وثلاث دقائق منتصف الليل يعني مساء بتجعل التفاهم مع من حولنا صعب واكثر المتضررين هم المتزوجون لانها بتخلق عادة مشاكل عاطفية لها توابع سلبية طبعا انا بزيد عليها انه مش المتزوجون حتى على مستوى العلاقات العاطفية فديروا بالكم من المشاحنات او الخلافات لانه فيه الها توابع طبعا بتدل هاي الزاوية على ازدياد اعمال العنف والعدوان خصوصا ضد النساء وزيادة حوادث الاغتصاب والفضائح الجنسية والخيانات الزوجية وبيعاني الفنانون والمطربون من عدة صعوبات في تسويق اعمالهم الفنية وهاي فترة غير مناسبة للاستثمارات المالية وطرح منتوجات جديدة للأسوأ شوفوا انا مشيت بسرعة هيك عن عبارة اللي هي الفضائح الجنسية والخيانات الزوجية يعني اللي بلف ذيله من ورا زوجته او حبيبته ينتبه بالفترة هاي انه الفضيح الجاهزة انه تنكشف علاقتك او ينخلق لك مشاكل فهدي اللعب شوي عشان يعني الامان العلمية يعني بس طيب اما بالنسبة للقمر القمر طبعا رح ينتقل للجوزاء زي ما حاكينا بما انه رح يكون في الجوزاء فخلو المسار القادم رح يكون يوم الاحد واحد وعشرين اثنين رح يبدأ في تمام الساعة ستة وثمانية وثلاثين دقيقة مساءا وبيستمر لليوم التالي اي اليوم الاثنين اثنين وعشرين اثنين حتى تمام الساعة ثلاثة واثنين وخمسين دقيقة صباحا لا ينتقل القمر لبرج السرطان اما بالنسبة لعمر القمر الآن زي ما حكينا القمر اليوم هو الربع الاول ثمان ايام في تمام الساعة ثمانية وثلاثة وثلاثين دقيقة صباحا بيصبح تسع ايام نسبة الاضاءة بتصير خمسين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم عشرين ثلاثة مزاجها سعيد بنسبة ثلاثين في المية القمر في الثور وبدو ينتقل للجوزاء زي ما حكينا اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه اليوم مزاجه سعيد بنسبة 30% المشتري في الدلو حتى يوم 13-5 منتحس بنسبة 50% زحل في الدلو حتى يوم 23-5 منتحس بنسبة 10% أورانس في الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% أما بالنسبة لنبتون في الحوت حتى يوم 25-6 هو سعيد بنسبة 15% في تعليق كان يسأل أنه هو يوم 25-6 منتقل للحمل لا هو يوم 25-6 بيبدأ عملية التراجع نحن نذكر مستمر بنفس الوضعية لأي تاريخ بعدين يوم بصير انتقال يوم بصير تراجع بالنسبة لنبتون بيبدأ عملية التراجع بلوتو تراجع أورانوس تراجع بالنسبة لبلوتو طبعا في الجدي حتى يوم 27-4 هو سعيد بنسبة 15% طبعا قبل ملاحظة بس قبل ما ندخل على التوقعات اليومية باعتذر عن الأصوات ممكن تسمع صوت أطفال أو صوت صراخ أو شغلة زي هيك طبعا إحنا بيمنع لأنه في عنا ثلج فالأطفال بلعبوه ومبسوطين ومندمجين بالجو طبعا مش رح أقدر أسجل بعوقات متأخرة كثير فعشان هيك بتكون تتحملوا معي رح يفلت بعض الأصوات بحاول قدر الإمكان أني أنظف أو أخفف من الصوت والدوشة والهاي ولكن ما رح يكون صعب يعني إلا يطلع بعض الأصوات في التسجيل فابدكوا تعذروني وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بالنسبة للقمر زي ما حكينا هو موجود في البيت الثاني في ساعات المساء بدو ينتقل للبيت الثالث فالأجواء رح تظلم ركزية على الأمور شوي النفسية مضغوطة مش بشكل سلبي وكبير ولكن مع دخول الشمس لبيت المتاعب أكيد رح يكون في بعض الضغوطات النفسية متقلبة فيه نوع من أنواع التوتر التركيز رح يكون على المسائل المالية بشكل كبير زي الأيام اللي مضت تقريبا الأجواء بكون فيها بعض الإجابية أو بعض الدعم لإلكم أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء هنا تتركز على الأمور المالية فاليوم ممكن يحمل معاه فرصة مالية ممكن تكون مفاجئة بتدخل تحسين على ميزانيتكم بتطالعك فترة غنية يجب توظيفها اجتماعيا ومهنيا وعاطفيا ما تضيع الفرص وضف طاقاتك الذهنية والبناءة لوضع حد للتساؤلات والالتباسات ناقش بوضوح في ساعات المساء طبعا القمر رح ينتقل للبيت الثالث فعشان هيك من ساعات المساء يعني هو بكون في بداية النهار في نشاط في الاتصالات والحوارات والمناقشات بأنواعها ولكن منظن نقول أنه اللي عنده امتحان أو مقابلة بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضود لأنه في خلوه مسار في ساعات المساء الأجواء بتصير ممتازة فبتنشطوا في مجال السفر والاتصالات والتنقلات والحوارات وممكن يكون لكم تعاون أو اتصال أو تعامل ما بينك وبين أحد الإخوة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء هنا بتركز على بعض المسائل اللي إلها علاقها بالبيت الأجواء تقريبا إيجابية يعني مستقرة أنت اليوم تفكيرك بيتجه باتجاه البيت أو مسئوليات مشتريات ترتيبات العوضاع جيدة إجمالا على مستوى البيت ولكن دير بالك من الخلافات والنقاشات أو الحوارات الحادة اللي ممكن أنها تتطور وتصير من وراها سوء تفاهم أو مشكلة ممكن تقلق على صحة أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء طبعا بتظلها متوترة بتحمل نوع من أنواع القلق والتوتر المشاحنة سوء التفاهم الرغبة للتقرب من الأحبة ولكن في عائق أو في سبب ببعدكم عن بعض لغاية ساعات المساء الأجواء بتصير أحسن ممكن تنحل بعض الأمور ويصير في تقارب إيجابي أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا بتركز على مسائل إلها علاقة يعني الأمور المالية أكثر فممكن تهتموا ببعض الأعمال أو تتراكم عنكم بعض الأعمال خلال هذا اليوم ولكن هي الأمور الأهم الأمور الصحية إجمالا اليوم إيجابي على المستوى الصحي ولكن ممكن يحمل قلق على صحة أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكي فالأجواء ضاغطة ممكن تحمل سوء تفاهم أو نقاش أو حوار حد ما بينك وبين الشريك أو بينك وبين الزوج ضبط الأعصاب مطلوب بشكل كبير لغاية ساعة المساء الأجواء بتنعكس وبتصير إيجابية بتعمل تقارب بشكل جيد ما بينكم أو بتحمل مصالحة أو تفاهم على مسألة معينة بالنسبة للبيت الثامن الأجواء بتركز على أمور الأموال المشتركة في فرصة مالية مشتركة ممكن تهتم ببعض القروض أو الديون أو بعض الأرباح أو تحقق بعض الأشياء الإيجابية حاول أنك تركز عليها بشكل قوي حاول أنك تنجزها بشكل قوي وحاول أنك ما تلتزم بأمور مالية بدون ما أنك تجد الحلول لا إلها أما بالنسبة لبيتك التاسع فالأجواء هنا بتركز على أمور الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد ممكن تنشط ببعض الاتصالات ولكن في بعضكم ممكن يجي خبر يزعجه أو يستاء من تصرف أحد الأشخاص اللي عنده امتحان أو مقابلة بده يركز بشكل جيد وخصوصا لامتحانات الجامعية أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة جيدة فبتحملك أشياء إيجابية بتعمل تقارب جيد على مستوى العلاقات الاجتماعية ومعارفك وعلاقاتك ولكن أهم شيء أنك ما تدخل بأي مواجهة ما بينك وبين رؤسائك أو زملائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 على المستوى الاجتماعي تقريبا الأجواء متقلبية فيها إيجابية ولكن ممكن تحمل لك سوء تفاهم أو تذاير من تصرف أحد الأصدقاء ممكن اليوم تتلقى اتصال أو يكون في مناسبة معينة أو تكاثف بعض الأصدقاء حولك أو مؤذرة صديق لإلك أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء هنا بتركز على بعض المسائل اللي إلها علاقة ببيت المتاعب الأجواء مش ضاغطة بشكل كبير بالعكس في زاويتين تزديس قويات فعشان هيك الأجواء إيجابية وممكن اليوم تجد بعض الحلول لمسائل الاستشفائية أو علاجية أو تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالغيبيات مثلا أو بعض القضايا القديمة برج الثور طبعا القمر ما زال موجود عندكم في نفس البيت فاثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بقدروا لا خطوة جديدة بالداعم من مركزكم الاجتماعي الحضوض قوية والنتائج حاسمة ما بيستطيع أحد منافستكم حاولوا أنك تطووا صفحة من صفحات الماضي بترتفع المعنويات مجددا لتكون فترة ناشطة وواعدة بتطور جيد وحضوض عالية في ساعات المساء بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم تهتموا بالمسائل المالية وبصير في فرص أقوى لبعض المكاسب المالية ولكن حاولوا تنتبهوا طلت النهار من بعض المصاريف اللي ممكن تيجي بشكل مفاجئ أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء بتركز على الاتصالات والتنقلات والحوارات وبتنشطوا بالاتصالات بشكل كبير وممكن يكون لكم تعامل إيجابي ما بينكم بين أحد الإخوي أو أحد الجيران أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت ممكن تجدوا بعض الحلول لبعض المسائل العائلية أو البيتية ولكن في منكم ممكن يستاء من تصرف أحد أفراد العائلة وصير فيه مشكلة أو خلاف أو نقاش حاد ما بينكم ضبط الأعصاب مطلوب أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأجواء جيدة وبالعكس هي بتحمل أجواء إيجابية جدا على المستوى العاطفي وبتحمل نوع من أنواع تقارب ما بينكم وبين الأحبة الأجواء برضو ممتازة جدا للغراميات وللقاء الأحبة أو الاتفاهم معهم برضو ممكن يكون لكم تعامل ما بينكم بين أحد الأحبة أو أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا بتركز على مسائل إلها علاقة بالعمل أجواء ضاغطة فممكن تتراكم عندك بعض الأعمال ما تقدر تنجزها بالكامل ولكن في ساعة المساء بتجد الحلول أو بتجد الدعم لإنجازها أهم شيء أن تنتبه على الوضع الصحي أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكة المالية والعاطفية العلاقات الزوجية جيدة طيلة النهار ما في أي مشاكل بالعكس ممكن أنك ترتب أي مسألة لها علاقة بالشراكة أو بالزواج أو علاقتك مع الزوج بشكل إيجابي أهم شيء أنك ما تدخل أنت بالنقاشات أو حوارات لتسبب لك تعكر في المزاج أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء هنا بتركز على بعض المسألة اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة فالفترة هاي بتحمل لك نوع من أنواع التقارب الجيد على المستوى المالي ولكن تظهر بعض المصاريف اللي ممكن تيجي إما مصاريف استشفائية أو علاجية أو إلها علاقة بالبيت أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة ودعمي لك بقوة على مستوى الاتصالات والتعامل مع أشخاص من خارج البلاد أو أجانب عنك ولكن اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة اليوم يحاول أنه ما يعتمد كثير على الحظ يعني يدرس ويستعد بشكل جيد رغم أن الأجواء إيجابية إلا أنه يعني عشان خلوه المسار منقول لا الأجواء بدها كمان أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا البيت العاشر منقول لك يعني الأجواء ضاغطة عليك فعشان يحاول قدر الإمكان أنك ما تشوه سمعتك وما تدخل بنقاشات وحوارات حدي ممكن تدخل صدام ما بينك وبين شخصية مثلا دات منصب أو ما بينك وبين رؤسائك بالعمل رغم أنه في بعضكم ممكن يدم لعمل ويحقق إنجازات اليوم أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة وبتعزز من علاقاتك بالأصدقاء والمعارف وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء روتينية ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي حاول إنك تنتبه لصحتك ما تعرض صحتك للخطر ممكن تقلق على صحة أحد الأحبة برج الجوزة طبعا القمر ما زال موجود في بيت المتاعب عشان هيك رح نذكر البيت المتاعب مش في زي كل مرة في آخر الحلقة بما أنه هو الأقرب فبما أنه القمر موجود في بيت المتاعب وبدو ينتقل لبيتك الأول فهذا اليوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وإنجاز ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم بسود الهدوء والملل وبتراوح أعمالك مكانها وبتخيب أمالك لسبب أو لآخر أهم شيء أنك ما توقع على عقد وما تحسم أمر فترة فارغة من الطاقة ومن الحظ فما ترهن عليها في ساعات المساء طبعا القمر رح ينتقل وصير عندك بصير فيه نوع من أنواع تغيير الإيجابي يعني بتنقلب النفسية بشكل إيجابي بتمتلق نشاط حيوية ونفسيتكم بترتاح أكثر ولكن الغالب على النهار هو نوع من أنواع الضغط السلبي أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء هنا بتركز على المسائل المالية ورغم كل الضغوط إلا أنه هذا اليوم بيحمل لك بعض الفرص المالية أو المكاسب المالية حاول أنك تقلل من المصاريف لأنه برضو ممكن تظهر بعض المصاريف الاستشفائية أو العائلية أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء هنا بتركز على مسائل الاتصالات والحوارات والنقاشات برضو في عندك قدرة على الإقناع جيدة جدا وسرعة البديهة عندك عالية إلا أنه في لحظات ممكن تتوتر عصبيا أو تكون مشحون بشكل سلبي فتكون لك ردات فعل سلبية احذر من التفوه ببعض الكلمات اللي ما تنفهم بالطريقة صحيحة أو تكون جارح في بعض الكلمات أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء هنا بتركز على مسائل إلها علاقة بالبيت الأجواء جيدة ممكن تجد نوع من أنواع الدعم من أفراد العائلة أو تقارب ما بينك ومين أفراد العائلة بشكل إيجابي حاول تركز عليها بشكل إيجابي وتعمل تقارب وما تنسى أن تكون بواجباتك بالكامل أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء هنا بتركز على أمور إلها علاقة بالعاطفة الأجواء ضاغطة بتحمل سوء تفاهم أو خيبة أمل أو تقلب بالمزاج أثناء تعاملك مع أحد الأحبة وممكن تنزعج حتى من تصرف أحد الأبناء فحاول قدر الإمكان ضبط الأعصاب بدون أي شيء ممكن يوتر العلاقات العاطفية بالنسبة للبيت السادس الأجواء جيدة على مستوى العمل ممكن يكون عندك كثير من الأعمال لازم تنجزها خلال هذا اليوم وممكن تتراكم بعضها وممكن هذا الإشي يأثر حتى على صحتك أو يعمل لك تقلبات صحية راقب الوضع الصحي بشكل جيد وحاول تنجز أعمالك حاول أنه بشكل روتيني يعني ما تضغط حالك بشكل كبير أما بالنسبة للبيت السابع فبرضو الأجواء ضاغطة على مستوى أمور الشراك المالية والعاطفية وهذه تحمل مشاحنة أو سوء تفاهم ما بينك وبين الشريك وممكن إنزعاج من مسألة معينة فضبط الأعصاب مطلوب ما تفاقمه الخلافات بالنسبة للبيت الثامن الأجواء جيدة على مستوى الأموال المشتركة فممكن تحقق بعض المكاسب أو بعض الأشياء الإيجابية اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة فالأجواء تدعمك بشكل كبير وممكن تحصل بعض المكاسب والأرباح ولكن حاول أنك تقلل من مصريفك أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء متقلبة على مستوى البيت التاسع ففي منكم ممكن يرغب بالسفر أو بالاتصالات البعيدة أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد ولكن بعضكم ممكن يصلوا خبر سلبي أو سيء وممكن ينزعج من أمر العلاقة بالسفر أو المراسلات اللي عنده امتحان أو مقابلة جامعية اليوم يحاول أنه يستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة جيد جدا تقدروا تعززوا من سمعتكم وعلاقاتكم وممكن أن يتحققوا بعض المكاسب الإيجابية خلال هذا اليوم وممكن تسمع بعض الكلام اللي يكون فيه إطراء أو ثناء على قدراتك بالنسبة لبيتك 11 طبعا الأجواء هنا روتينية على مستوى علاقاتك بأصدقائك على حسب طبيعتك بتتعامل معهم بدون ما أقول لك لا فيه إيجابية أو فيه سلبية أما بالنسبة لبيت المتاعب فكما ذكرنا في بداية الحلقة برج السرطان طبعا الأجواء جيدة اليوم على المستوى الاجتماعي بشكل كبير على مستوى التواصل والاتصالات والحوارات مع الأصدقاء أو مع علاقاتكم بتكون نشطة جدا عندك نوع من أنواع الطاقة فحاول أنك تستغلها بإنجاز المهم والضروري يبل ما نوصل لبيت المتاعب يعني القمر بالليل بيصير في بيت المتاعب فحاول أنك تستغلها يبل ما يوصل لبيت متاعبك لأنه الفترة الجاي بتصير ضاغطة عليك بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا بتحمل نوع من أنواع الأعباء المالية أو القلق المالي أو مصاريف أو بتراجع نفسك على بعض الأشياء اللي خسرتها بالفترة الماضية ممكن تندم على مشتريات أنت عملتها أو شيء قمت فيه فسبب لك نوع من أنواع الضغط المالي رتب أمورك بشكل جيد وحاول تبعد عن المصاريف لزيادة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات والمناقشات عندك سرعة بديهة وقدرة على الإقناع عالي جدا ولكن في بعض الأوقات ممكن تنشحن بطاقة سلبية وتكون عصبي أو حد الطباع فحاول أنك ما توجه اللوم أو تنتقد أشخاص بشكل مباشر يعني ضبط الأعصاب مطلوب بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الأجواء شوي ضاغطة بتسبب لك نوع من أنواع التوتر صحيح أنه مش كثير يعني ولكن ممكن تقلق من سوء تفاهم من انتقاد من أعباء أعطال أو تراكم بعض الأمور عندك الأمور المنزلية حاول قدر الإمكان أنك تبعد عن المشاكل والمشاحنات عشان الأجواء تصير قوية وإيجابية أكثر أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي جيدة بتعمل تقارب جيد ما بينكو بين الأحبة وممكن تحمل لك أجواء إيجابية خلال الفترة حاول قدر الإمكان أنك تضبط أعصابك وحاول أنك برضو تركز بشكل إيجابي على طيد العلاقات العاطفية ما بينك وبين الأحبة أو ما بينك وبين أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا بتركز على بعض المسائل اللي إلها علاقة بالعمل ممكن تتراكم عندك الأعمال أو تتهرب من إنجاز بعض الأعمال أو يعني تكون في ضغط في تشتو الذهني ما تقدر تنجز كل أعمالك بشكل إيجابي أهم مش أنك تراقب الوضع الصحي عندك بشكل قوي بالنسبة للبيت السابع الأجواء تقريبا نقدر نحكي إنه هادي أو روتينية ما بينك وبين تعاملك ما بينك وبين الشريك ممكن يصير فيه سوء تفاهم ولكن أنا شايف إنه قدرة على المصالحة أعلى والتقرب جيد ما بينك وبين الشريك إذا أنت بدك هيك أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء متقلبة على مستوى الأموال المشتركة بتحمل نوع من أنواع التقلبات أو القلق أو التوتر فعشان هيك يشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان وابعد عن المصاريف لأنه ممكن للفترة هايت تحمل بعض المصاريف اللي إلها علاقة إما بالمصاريف المنزلية أو الاستشفائية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى السفر والاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد وممكن تحمل لك بعض الأشياء الإيجابية اللي إلها علاقة بالامتحانات أو بالمناقشات حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية وتستغل للفترة هاي بشكل قوي أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة روتينية يعني تتعامل على حسب طبيعتك بدون لا إيجابية ولا سلبية فعلى حسب طبيعة عملك أنت بتحتم عليك بيت السمعة وعلاقتك مع المسؤولين أما بالنسبة لبيتك 11 فطبعا زي ما حكينا القمر موجود فيه فبتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم كون مخلص لصداقاتك ووعودك قد تحصد تأييد لا بأس فيه كثف ارتباطاتك باستطعتك تقديم أفضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليوني والصبر ممكن تفرح بانتصار مهني أو اجتماعي في ساعة المساء زي ما حكينا أنه القمر بنتقل وبصير موجود في بيت المتاعب بتكون تنتبهوا لأنه بما أنه ببيت المتاعب فممكن تتراجع صحتكم حاولوا تخلدوا للراحة وحاولوا أنكم تنتبهوا من بعض الأشخاص اللي ممكن يمكروا لكم أو يعطلوا بعض المسائل المهمة برج الأسد ما زالت الأمور ضاغطة على مستوى بيت السمعة فعشان هيك بتسبب لك نوع من أنواع التوتر أو القلق ممكن تتعرف على شخصية مهمة وممكن يكون فيه نوع من أنواع التحالفات أو تقدم لعمل معين إلا أنه الضغط هذا بيقول لك أنه حاول أنك ما تجازف بسمعتك وما تخال في القوانين وحاول أنك تضبط أعصاب قدر الإمكان ما في داعي للحدية ولا تقلبات المزاج أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء هنا بتركز على الأمور اللي إلها علاقها بالمسائل المالية فممكن تحصل على مكسب أو ربح أو دعم مالي في منك رح يحصل بعض المكاسب من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو هدايا أو دعم أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء هنا بتركز على بعض المسائل اللي إلها علاقة بالتحرك والنشاط والحوار بشكل كبير ولكن بنلاقي أنه في حدية بطباعك من وقت لآخر فممكن مزاجك يكون حاد أو العصبية تسيطر عليك بشكل كبير في ساعات المساء بتهدأ الوتيرة عندك وبتصير اجتماعي أكثر وبتكون عصبيتك قدرت تسيطر عليها أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء هنا بتركز على البيت بشكل جيد طيلة اليوم لأجواء العائلية أو تقارب ما بينك وبين أفراد العائلة ممتاز جدا وبتحمل لك جو من المصالحة أو التقارب الجيد ما بينك وبين أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي برضو احذر من بعض الكلمات أو بعض التصرفات اللي ممكن تسبب سوء تفاهم ما بينك وبين الأحبة واضبط عصابك أثناء تعاملك مع أحد الأبناء أو في أثناء نزوة معينة أو يعني شيء معين إلو علاقة بالغراميات احذر لأنه ممكن تسبب لك خلاف كبير أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا بتركز على بعض المسائل اللي إلها بالعمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة رغم أنه في بعض الكسل أو بعض التهرب من أداء بعض الأعمال وبرضو بالنسبة للوضع الصحي ممكن تهتم أو ترتب وضع العلاقة بالوضع الصحي إما في هذا اليوم أو بالأيام القادمة أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي تقريبا الأجواء متقلب بين إيجابي وسلبي فعشان هيك في منكو رح يكون إيجابي الوضع معه بينه وبين زوجته أو زوجه وتحمل لك نوع من أنواع التقارب الجيد وقسم آخر تماما يختلف تماما بالمشاحنات والضغط في منكو رح يبدأ مرحلة جديدة لها علاقة إما بالارتباط أو الانفصال أما بالنسبة للبيت الثامن فهنا منلاقي الأجواء تقريبا أصبحت إيجابية بتقارب بشكل كبير على المستوى المالي أو الأموال المشتركة فممكن تهتموا ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالمصاريف الاستشفائية أو العلاجية أو تهتم بمحاولة جلب بعض الدعم إليك ماليا أهمش أنك تقلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء هنا روتينية على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أنا شايف أنه فيها ضغط يعني فيها سلبية حتى على مستوى الامتحانات وعلى مستوى المراسلات أو الأمور اللي إلها علاقة بالدراسات الجامعية بقول أنا انتبه وما تعتمد على الحظوظ فيها حتى إذا كان عندك سفر اتفقد كل أوراقك وأمتعتك بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا اليوم مناسب لللي بيبحث عن عمل أو بيرغب في إدخال تعديل عليه بتحمل هاي الفترة ضغوط على عدة أصعدة ممكن تكون أيام متوترة بتنتظرك مواجهة أو ارتباط مهم بيسبب لك نوع من أنواع التوتر حاذر العناد والمشاعر السلبية في ساعات المساء طبعا القمر رح ينتقل وصير في بيت الأصدقاء فالأجواء بتصير أحسن على مستوى التحالفات أو الصداقات أو المعارف فممكن تنشط بين الأصدقاء أو اتصالات أو حوارات أو رغبة منك للتقرب ما بينك وبين أصدقاءك أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة خلال اليوم أهم شيء أنك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد وحاول أنك تنجز كل أمورك ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالغيبيات برج العذراء طبعا ما زال القمر موجود في مكان مناسب للكم صحيح أنه كان بيحمل نوع من أنواع التوتر في الفترة الماضية وفي منك حصل على بعض المكاسب لها علاقة بالاتصالات الخارجية أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو علاقة جديدة بأجانب يعني الأجواء تقريبا كانت متقلبة ما بين إيجابية وسلبية ولكن أنه في منك حقق إنجازات جيدة خلال الأيام الماضية اليوم الجو أعلى قيمة وأعلى كفاءة على هذا المستوى فعشان هيك أنتم مشحونين بطاقة عالية وعندكم رغبة لإنجاز كثير من الأمور والحظ بتدعمكم في مسائل معينة أما بالنسبة للبيت الثاني فمنلاقي أنه موضوع المال هو العبء أو التفكير في أمور المال هي العبء أو القلق بتركز على أمور إلها علاقة بالمال والمصاريف الالتزامات هاي هي اللي موتريتك بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء هنا بتركز على الاتصالات والحوارات والنقاشات والاهتمام بالسيارات أو بالأجهزة الإلكترونية أو علاقتك ما بينك وبين أحد الإخوي الأجواء جيدة وبتدعمك بقوة وهاي فترة ممتازة جدا إنك تستغلها حتى لا إثبات كفاءتك أو للترويج لشيء معين أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت ما زالت بتحملك نوع من أنواع القلق أو توتر ما بينك وبين أحد أفراد العائلة ممكن سوء تفاهم أو ممكن عندك التزامات كثيرة أو مشاكل عقارية هذه الأمور مقلقيتك مع ساعات المساء بتصير إيجابية وممكن تجد بعض الحلول أما بالنسبة للبيت الخامس الأجواء على المستوى العاطفي جيدة جدا بتقارب ما بينك وبين الحبيب بشكل قوي حاول تستغل التقارب هذا بشكل إيجابي لأنها راح تفتح لك مجالات جيدة ما بينك وبين الأحبة أو ما بينك وبين أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء متقلبة على المستوى العمل والصحة بنجد أنه قسم منك بتراكم عنده الأعمال ما بيقدر ينجزها قسم عنده قدرة على إنجازها قسم عنده تعب صحي أو وهن أي حاول أنه حافظ على أموره الصحية بشكل كامل وقسم وضعه الصحي ممتاز يعني متناقض البيت هذا قصوصا هذا اليوم الأهم أنه أنت تهتموا بأعمالك وتهتموا بصحتكم أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة وممتازة لأمور الشراكة والارتباط وعلاقتكم أو توطيد العلاقة ما بينكم وبين الأزواج أو شركاء المال يبتحمل لكم بعض الفرص الإيجابية وممكن أنكم تعززوا علاقاتكم الشراكة بشكل أكبر أما بالنسبة للبيت الثامن فهنا منقول لكم ديروا بالكم من بعض المسائل اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة نحاول أنك ما تلتازم بشيء أنت ما عندك القدرة أنك تنفده وفي نفس اللحظة قلل من مصاريفك قدر الإمكان الفترة هاي ممكن تحمل بعض المصاريف اللي إلها علاقة إما في البيت أو إلها علاقة بالصحة أما بالنسبة للبيت التاسع فممكن يصلكم اليوم خبر من بعيد وبتنجحوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بجمعكم بأحبائكم بتطمئن خواطرك هاي الفترة وممكن ترغب بخوط تجربة جديدة وبفترة مناسبة للانفتاح على محيط مختلف أو ثقافي جديدة أو مجال ما الفترة جميلة جدا يعني يحاول أنك تستغلها في ساعات المساء القمر رح ينتقل ويصير في البيت العاشر عشان هيك رح ترغبوا أو بترغبوا في المحافظة على مصالحكم الاجتماعية وعلاقاتكم وعلى بعض الأمور اللي إلها علاقة بالسمعة أما بالنسبة لأبيتك 11 فالأجواء هنا بتركز على الأصدقاء أو تحالف الأصدقاء فالفترة هاي بتحمل لك نوع من أنواع التقارب الجيد وبرضو أمور إلها علاقة بأشياء مثلا مؤازرة بعض الأصدقاء إلك أو مد يد العن إلك أو تعاون أنت وصديق لإيجاد بعض الحلول ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد للقاء بعض الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فمنقول لك دير بالك أهم شي صحتك عملك وما تخوض بأشياء أو تدخل على أشياء فيها نوع من أنواع الخطر في الفترة هاي يحاول أنك أنت يعني تأجلها للمساء بيصير الأجواء إيجابية ودعمة لإلك بشكل كبير برج الميزان طبعا اليوم بما أن القمر لسه يعني بتحرك باتجاه البيت التاسع لإلك فما زالت طيلة النهار بتحس بنوع من أنواع الاضطراب أو الاكتئاب أو بتكون متوتر هيك مشحون بطاقة سلبية حاول قدر الإمكان أنك تبعد عن الاكتئاب وعن الوسواس أهم شي وردات الفعل السلبية أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأجواء اليوم أحسن ممكن تحصل لك بعض المكاسب المالية أو تهتم ببعض الأمور المالية اليوم في منك ورح يهتم بمشتريات أو تسوق أو ترتيب بعض الأمور اللي بتتعلق بالمال أهم إشي أنك تقللوا من مصاريفكم ما توقعوا على أوراق دون مراجعتها وتفحصها بشكل جيد بالنسبة للبيت الثالث الأجواء ضاغطة على مستوى النقاش والحوار عشان هيك ممكن تكون لك ردات فعل سلبية أو عصبية أو ممكن توجهوا بعض الكلام ما يكون مفهومي تنفهمه غلط فممكن هذا يسبب لك بعض الخلافات اضبط أعصابك قدر الإمكان إذا كان عندك نقاش أو حوار حاول تكون هادي وما تتسرع إذا كان في عندك امتحان أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء هنا بتركز على مسائل لإلها علاقة بالبيت الأجواء إيجابية ودعملة إلك بقوة ممكن تحقق بعض الإنجازات الجيدة لإلها علاقة بالبيت أو تقارب ما بينك وبين أفراد العائلة بشكل يعني بكون جيد ممكن بعض التحالفات أو أنه يآزروك بعض أفراد العائلة في مسألة ما أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء متقلبة إيجابية وسلبية فمنجد أنه في بعض سوء التفاهم أو الخلافات لمجموعة معينة زي العشرية الأولى وبداية العشرية الثانية ممكن تسبب لهم توتر أو قلق أو ارتباك من شيء ما إلو علاقة ما بينك وبين الحبيب أو ما بينك وبين أحد الأبناء العشرية الثالثة هم تقريبا أكثر المستفيدين على المستوى العاطفي ممكن يعززوا العلاقة العاطفية ما بينهم ولكن بدهم يحذروا من الزاوية اللي هي اللي بتتشكل اللي حكينا عنها بين الزهرة والمريخ اللي ممكن تسوي بخلافات أو تكتشفوا لأمور يعني بيكون تصرفات سلبية من الزوج أو من الحبيب أو أشياء اللي علاقة بالغيرة والشك وأشياء من هذا القبيل بالنسبة للبيت السادس فشايفين الأجواء تقريبا أحسن فممكن اليوم تنجزوا بعض الأعمال الضرورية والمهمة وفي منكم رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة في مسائل بالعمل أو بالصحة بشكل جيد بالنسبة للبيت السابع الأجواء بتعزز من شراكاتكم وعلاقتكم ما بينكم وبين الشركاء بشكل جيد وممكن تستفيدوا بمناقشة أو حوار ولكن يبعدوا عن التوتر والانتقد أما بالنسبة للبيت الثامن فاليوم في فرصة لا مكسب مالي بكون إلو صلة بشراكة أو تعويض صحتكم أو صحت ضريب إلكم بحاجة للرعاية فترة مهمة بالرغم من بعض التوتر السائد أهمش أنك ما تغامر بموقعك وحاذر من النزاعات والتذمر والتمرد يعني حاول أنك تكون بواجباتك بشكل تام من ساعات المساء طبعا القمر رح ينتقل للبيت التاسع فرح تحسوا بطاقة كبيرة خلال ساعات المساء طبعا في ساعات النهار إذا عندك امتحان أو مناقشة أو قيادة للسيارة أو مشوير بدك تكون حذر جدا في ساعات المساء بتنشطوا في أمور السفر والاتصالات والحوارات بشكل أكبر وأفضل أما بالنسبة للبيت العاشر على مستوى بيت السمعة الأجواء جيدة جدا وبتدعمك بشكل قوي وممكن يأزروك بعض الأشخاص أو العلاقات العاملة إليك أو حتى رؤسائك أو زملائك بالعمل في مسألة ما أو يعني يساعدوك في أمور معينة أما بالنسبة لبيتك 11 على المستوى الاجتماعي تقريبا أنت مشحون بطاقة مش جيدة فعشان هيك يسهل جدا أنك أنت يصير عندك خلاف أو سوء تفاهم ما بينك وبين أحد الأصحاب حاول أنك تضبط أعصابك قدر الإمكان أثناء تعاملك مع أصدقائك أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة جدا وبتدعمك بقوة خلال هذا اليوم على المستوى الصحي على مستوى العمل أهم شيء أنك يعني زي ما حكينا أنك تعمل بشكل روتيني ابعد عن الضغوط النفسية والعصبية قدر الإمكان برج العقرب طبعا ما زال القمر موجود مقابلك تماما عشان هيك بتحسوا الطاقة ضعيفة شوي بتكوا تراقبوا نفسيتكم وتقلبات نفسية عندكم وبرضو الأمور الصحية حاول أنك تضبط أعصابك وحاول أنك ما تنفعل وما تتهور حتى باتخاذ القرارات وما تكون فضولي وتتدخل في شؤون غيرك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء هنا تقريبا بتضغطك على المستوى المالي عندك بعض القلق من وضع مالي معين أو مصاريف أو التزامات أو دفعات هذا الإشي بأرقك وبرضو بخليك تنشغل بشكل كبير ابعد عن المصاريف قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة على مستوى التنقلات والحوارات والاتصالات سرعة البديهة عندك عالي جدا وقدرة الإقناع عالي جدا ورح تنجح على أشياء لها علاقة بالامتحانات أو بالإقناع ممكن اليوم يكون لك تعامل مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء هنا بتركز على مسائل البيت الأجواء متقلبة يعني بمعنى آخر العشرية الأولى والثاني هم أكثر ناس بدون يضبطوا عصابهم أثناء تعاملهم مع أفراد العائلة أو البيت في منكو رح ينزعج بسبب خبر ما أو شيء حدث بصير مع أحد أفراد العائلة فهذا الإشي رح يترك زيادة عن اللزم أما جزء ثاني من موليد العقرب ممكن أنه تكون الأجواء هادية وما في أي مشاكل على مستوى البيت أما بالنسبة للبيت الخامس فأجواء الحضوض بلشت تعطيك دفعة قوية جدا ابتدعمك حتى على المستوى العاطفي بتعززوا من علاقاتكم العاطفية بشكل جيد وتقاربكم من الأحبة وممكن يهدأ بالك لمسألة أو يدعمك الحظ في مسألة ما أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا متقلبة على مستوى العمل فعشان هيك لا إيجابي ولا سلبي على حسب قدراتك أو جهودك ممكن تحقق إنجازاتك خلال هذا اليوم أهم شي ضبط العصاب وحاول إنك ما تنفعل بشكل كبير وإنجز أعمالك وما تخليها تتراكم وراقب وضعك الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فبما أن القمر ما زال موجود مقابلك تماما فاليوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني بوسعكم تعزيز شراكاتكم أهم شي تحافظوا على هدوء أعصابكم ونبرز صوتكم بتكون الضغوط كثيرة حاذر من تأزيم أي خلافات عشان هيك يحاول إن يكون كلامك يكون واضح تفادي لأي سوء تفاهم طبعا بالنسبة للبيت الثامن الأجواء ما زالت مقلقة على المستوى المالي الأموال المشتركة فبتجد إنه في بعض الضغوط اللي بتسبب لك يعني نوع من أنواع التقلبات حاول قدر الإمكان أنك تضبط عصابك بشكل كبير لغاية ساعات المساء من ساعات المساء بتنشغلوا في ضبط أموركم المالية والفرص بتصير جيدة لبعض المكاسب أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء هنا جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات وأمور إلا علاقة بالسفر ممكن تنشغل بتجهيزات معينة إلا علاقة بالسفر أو الامتحانات أو المناقشات والحوارات الأجواء جيدة شيئا ما أهم إشي إنك أنت ترتب أمورك وتتفقد أوراقك بشكل كامل أما بالنسبة للبيت العاشر على مستوى بيت السمعة بتكونوا تحافظوا على سمعتكم بشكل كبير وحاولوا قدر الإمكان ما تخالفوا القوانين وما تجازفوا بالفترة هاي وفي نفس اللحظة خلي علاقاتك مع المسؤولين جيدة أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء بتعزز من علاقتك بصداقاتك وتقارب جيدة بتعملك بينك وبين الأصدقاء وفي منك رح يهتم ببعض المسائل اللي بتتعلق برؤسائك أو زملائك بالعمل الفترة جيدة لتقديم طلبات العمل أما بالنسبة لبيت المتاعب فمنجد إنه الأمور ما زالت ضاغطة عشان هيك بدك تنتبه على صحتك وعلى غذائك على راحتك حاول ما تهملهم على أساس أن الأجواء تمشي بشكل إيجابي لآخريهم برج القوس طبعا القمر ما زال في البيت السادس ولكن في ساعة المساء بده يصير مقابلك تماما فما زالت الأجواء ضاغطة على مستوى العمل بتسبب لك بعض الإرباكات أو أعمال كثيرة ما بتقدر تنجزها عندك كثير من الاهتمامات خلال هذا اليوم ولكن يعني بلاحظ أنك شوي مرتبك أو هيك مشغول بأكثر من شغل مع بعض ركز بشكل جيد على الأمور فرح يكون في بعض الانشغالات للأمور الصحية أو المتابعات الصحية أو الغذائية أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة على المستوى المالي فممكن اليوم تحقق بعض الإنجازات أو تنجز بعض الأعمال اللي إلهي علاقة بالمال فممكن ترتب وضع مالي بشكل جيد اليوم أو تحصل على بعض المكاسب أو الهدايا أو الدعم اللي رح يكون لصالحكم أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء متقلبة على حسب عشريتك من برج القوس إذا كنت من العشرية الأولى أو العشرية الثانية فمنلاقي الأجواء ضاغطة بشكل سلبي وبتسبب لك بعض التوترات خلال هذا النهار ممكن تنزعج بسبب كلام معين أو تكون جارح ولاذع في كلامك أو كلامك مش مفهوم أما بالنسبة للعشرية الثالثة فبدهم ينتبهوا من أي مشاحنات ممكن تكون بينهم وبين الأحبة أو نقاشات حدي الأجواء تقريبا إجمالا بتقولكم انتبهوا أثناء قيادة السيارة وإذا كان عندكم امتحان أو مقابلة بدكم تركزوا بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت جيد وبتدعمك بقوة طيلة النهار بتعمل تقارب جيد ما بينك وبين أفراد العائلة وبرضو ممكن تحلوا بعض المسائل العائلية أو تهتموا ببعض الشؤون اللي بتتعلق بالعائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء ما زالت يعني بتسبب نوع من أنواع التوتر على المستوى العاطفي أو مع أحباءكم أو ممكن أنه شوي تكونوا حادين الطباع انتبهوا لكلامكم حاولوا تكونوا مفهومين وما توجهوا اتهامات للأحبة أو أنه تضغطوا عليهم بشكل كبير عشان ما يصير خلاف بينكم أما بالنسبة للبيت السادس فالقمر ما زال موجود فعشان هيك منقولك رغم تراكم العمل أنتوا قادرين على إنجاز حصة الأسد منه نظموا جدوى الغداكم وخذوا قسط كافي من الراحة بتلاحقك الاتصالات وبتكثر المسؤوليات العائلية والمهنية نظم وقتك وما تتأخر ممكن تهتم بانشغالات مالية أو تساؤلات حول قدراتك على التحمل أو حول قدرتك على التحمل لا تشك بنفسك الفترة هاي برضو بتعمل نوع من أنواع الانشغالات الصحية اللي بتتعلق فيك أو في أحد الأحبة أما في ساعات المساء القمر رح ينتقل ويصير مقابلك تماما فبتشعر أن طاقتك نزلت شوي ولكن بترغبوا في تعزيز وتدعيم شركاتكم وعلاقاتكم ما بينكم وبين شركاء العمل وشركاء العاطفة بالنسبة لبيتك الثامن الأجواء جيدة على مستوى الأموال المشتركة فممكن تهتم ببعض المسائل المالية أو حتى عقود أو طرح مثلا فكرة معينة لمشروع أو أنك بتحاول تنهي مسألة مأرقيتك إلها علاقة بالأموال المشتركة في خلال هاي الفترة ولكن بنقول لك حاول أنك تدقق بالتفاصيل أما بالنسبة للبيت التاسع الأجواء ما زالت ضاغطة على مسائل لها علاقة بالتنقلات والاتصالات يعني حاول أنك تنتبه أثناء قيادتك للسيارة على شوارع المفتوحة وإذا كان عندك سفر بدك تتفقد كل أمتعتك وأوراقك إذا كان عندك امتحان جامعي أو مناقشي بدك برضو نفس الشيء ما تعتمد على الحضوض أما بالنسبة لبيتك العاشر فالأجواء هنا جيدة جدا على مستوى بيت السمعة وعلى مستوى بيت العلاقات يعني ممكن تعمل لك تقارب جيد ما بينك وبين المسؤولين أو الأشخاص اللي هم بيكونوا طبقة اللي هم من العلاقات الخاصة بيكونوا منصد مثلا أو رتبة أو إشي في الدولة فهدولة ممكن يعززوا أمور جيدة لإلك أو يدعموك حتى لو كانوا رؤساء بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فمنلاقي الأجواء هنا بتركز على مسائل إلها علاقة بالأصدقاء فما زال الوقت بيحمل بعض خيبات الأمل أو الضغط اللي بتعلق بأمور إلها علاقة بالصديق أو شك في معاملة صديق أو ممكن إنه صديق بتآمر عليك أو بيستغيبك أو بفشي أسرارك حاول إنك أنت تضبط أعصابك ومن الحكمة إدارة الأمور بعقلانية أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة بتحافظ على صحتك وعلى تغذيتك على عملك أهم إشي أنك ما تنفعل وأهم إشي أنك ما تخوض أي مغامرة بالفترة برج الجدي طبعا اليوم برضو الأجواء جيدة وإنت مشحون بطاقة إيجابية عالية جدا وعند قدرة على التواصل والإقناع وبرضو للتقرب من الأحبة الحظ حليفك وبيدعمك بشكل قوي حاول إنك تستغل هذا النهار لصالحك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء متقلبة على المستوى المالي بدك تحذر من المصاريف لزيادة ومن بعض المحتالين أو اللي ممكن يستغلوك ماليا انتبه على أموالك من الصرقة والضياع أو من أمور إلها علاقة بالمغامرات المالية أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء بتدعمك بشكل قوي على مستوى الامتحانات والمناقشات والاتصالات عندك سرعة بديها عالي جدا وقدرة على الإقناع الحدس عندك بأوجه خلال هذا النهار وبرضو علاقتك ما بينك وبين الإخوة بتكون ممتازة بالنسبة للبيت الرابع الأجواء ضاغطة ممكن تنشغل ببعض المسائل البيتية أو الأمور اللي إلها علاقة بالعائلة ممكن تظهر بعض المسائل اللي توترك أهم شيء أنك ما تتخلف عن دعم العائلة أو التقرب العائلة خلال هذا اليوم ممكن تنزعج بسبب صحة أحد أفراد العائلة أو اهتمام بي شيء معين بتعلق برضو بالبيت أما بالنسبة للبيت الخامس فالقمر لآخر يوم موجود في بيتك الخامس فاليوم بترغبوا في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ممارسة نشاط فني أهم شيء أنكم لا تبالغوا في تجربة حظكم المالي أنتوا على موعد مع مصالحة أو لقاء ودي اتجنب الانتقادات وسعى لتلطيف الأجواء بتستعيد صفا ذهنك وبتفاوض بمهارة حاول إتمام العقود والصفقات التجارية أهم شيء يا قبل خلو المسار يا إما بتتمم أعمال أنت كنت تعازم الأمر عليها في ساعات طبعا المساء هنا ممكن تتراجع صحتكم شوي وتتراكم بعض الأعمال اللي عندكم في نوع من أنواع الضغط اللي براكم هاي الأمور حتى على المستوى الصحي بشكل كبير أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء هنا بتركز على بعض المسائل اللي لها علاقة بالعمل المشترك أو توطيد العلاقة مع طرف ثاني بساعدك في أمر معين وبرضو تعزيز العلاقة ما بينك وبين الزوج أو الزوجي أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء على مستوى الأموال المشتركة ما زالت مقلقة بتسبب بعض التوتر والقلق حاول قدر الإمكان أنك تضبط أعصابك وما تصرف وما توقع على أوراق دون التفحصها بشكل جيد أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء هنا بتدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات وخصوصا مع أشخاص خارج البلاد وبتناقش بطلاقة وجراءة ممكن تهتم ببعض المسائل العلمية إذا كان عندك امتحان أو مقابل اليوم جيد لا إلك إذا كان عندك صفر أو ترتيب لا أمور إلها علاقة بالصفر فرتبها بشكل جيد بدون تهور أما بالنسبة لبيتك العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة من قولك دير بالك ما تجازف وما تغامر وما تراهن على الحظوظ حاول تبعد عن أي مواجهة مع رجال الدولة أو القانون وحاول ما تشوه سمعتك أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء هنا بتعزز علاقاتك الاجتماعية وبتقارب ما بينك وبين معارفك بشكل قوي وممكن اليوم تحمل لك مناسبة أو دعوة لمناسبة معينة أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء ضاغطة فعشان هيك نقولك لا تهمل صحتك ولا تهمل راحتك ولا تهمل غذائك ممكن اليوم يحمل نوع من أنواع القلق على صحة أحد الأحبة برج الدلو طبعا الأجواء الآن كلها برضو بتتركز لليوم الثالث تقريبا على البيت وأمور عائلية أو بيتية أو عقارية الأجواء متقلبة جدا وخصوصا اليوم تشكيل الزوايا الحدي فعشان هيك بتلاقي على المستوى النفسي عندك تقلب سريع جدا فعشان هيك لحظات بتكون إيجابية لحظات سلبية لحظات أنت مبسوط لحظات مضغوط فعشان هيك بدك ترتب الأجواء بشكل جيد بدون أي انفعلات في ساعات المساء الأجواء بتصير أقوى وأحسن بالنسبة لأيلك بالنسبة للبيت الثاني طبعا الأجواء هنا بتركز على الأمور المالية الفترة هاي بتحمل بعض المكاسب أو الفرص المالية بشكل جيد وفي منك راح يهتم ببعض المسائل اللي بتتعلق بالديون أو المصاريف أهم إشيين كنت قللوا من مصاريفكم وما توقعوا على أوراق أو تبدأوا بمشاريع دون تفحص أوراقها بشكل جيد بالنسبة للبيت الثالث طبعا الروتيني راح يكون اتصالاتك وحواراتك بشكل روتيني جدا ممكن تنزعج من بعض الأمور وممكن تتفوه ببعض الكلمات تنفهم بشكل خطأ عشان هيك يضبط الأعصاب مطلوب وبرضو ما تتدخلوا بشؤون غيركم احذر أثناء تنقلاتك بالسيارة أو بعض العطال اللي بتصيب السيارات أو التليفونات أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء هنا طبعا بما أن القمر موجود في البيت الرابع فاليوم بوسعكو إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية خصص فترة لا بأس فيها من وقتك للاهتمام بمتطلبات العائلة الأجواء شوي فيها نوع من أنواع الضغط والمسؤوليات كبيرة أهم شيء أنك تكون ممكن تكون عندك نوع من أنواع الارتباط المهم ما بيجوز الفشل الفترة هاي برضو بتحمل بعض المصاريف اللي إلها علاقة بالبيت أو بالعائلة من ساعة المساء القمر رح يصير بالجوزة اللي هو بيتك الخامس فعشان هيك الأجواء رح تصير عاطفية أكثر وبترغبوا في تعزيز العلاقة مع الأحباء والأصدقاء وممكن أنك تبادروا بمصالحة معينة أو تقارب ما بينك وبين الأحبة حاول في ساعة النهار ما تدخل بأي خلاف مع الحبيب عشان تستقبل المساء بشكل جيد وتوتض العلاقة العاطفية بشكل أكبر أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة على مستوى العمل وعندك قدرة لإنجاز كثير من أعمال موكلة لإلك وارضو عندك القدرة الكاملة على المحافظة على صحتك في هاي الفترة أو تبدأ في شيء علاجي أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء بتحمل نوع من أنواع المشاحنات أو سوء التفاهم ما بينك وبين الشريك فعشان هيك خصوصا شريك العاطفي أو شريك الزواج حول قدر الإمكان أنك أنت تضبط أعصابك أو شريك العمل بدون أي اتهامات أو مواجهات على أساس أنك وما تصعدوا الخلف بالنسبة للبيت الثامن طبعا الأجواء هنا بتركز على الأموال المشتركة الأجواء جيدة وداعمة لإلك ممكن تسعى لإعلان مشروع معين أو تقنع أشخاص بدعم مالي معين أو تجد حليف أو داعم لإلك في شيء معين الأجواء جيدة حتى لو على مستوى القروض والمؤسسات الدولة الأجواء ممتازة أما بالنسبة للبيت التاسع ما بنجد الأجواء مربكة فعشان هيك إذا عندك امتحان أو مقابلة أو سفر بدك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض وانتبه أثناء تنقلاتك بالسيارة أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة جيدة جدا بالعكس الأجواء داعملة إلك بقوة وبتعمل تقارب جيد باب بينك وبين رؤساءك أو زملاءك بالعمل وممكن تسمع إطراء أو يجيك تكريم على شيء معين خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك 11 فعلاقاتك مع أصدقائك شوي ضاغطة هيك بشوبها نوع من أنواع التوتر أو الحدية بالطباع حاول أنك ما تزعل أو تزعل يعني ما تزعل وما تزعل برضو أحد أصدقائك بسبب تصرفاتك أو ردات فعلك أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة ودعمة لإلك بقوة حتى اليوم ممكن يكون لك بعض الاهتمامات الروحانية أو الأمور اللي إلها علاقة بالتغذية والصحة والأدوية أو صحة أحد الأحبة برج الحوت طبعا اليوم الأجواء أحسن وأفضل وداعمة بقوة لإلك وخصوصا أنه القمر اليوم ما رح يشكل بعض الزوايا الإيجابية بشكل كبير فح رح يدعمك بشكل قوي ويمنحك نوع من أنواع النشاط والطاقة بشكل جيد أهم شيء أنه في لحظات العصبية تضبط عصابك ما في داعي لا أنك توجه كلام لاذع ولا تنتقد حتى أو توجه انتقاد للأشخاص اللي أنت بتتعامل معاهم أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء هنا بتركز على بعض المسائل اللي إلها علاقة بالمال طبعا ما فيها لا إيجابي ولا سلبي على حسب طبيعتكم تتعاملوا على المسائل المالية ولكن هي التحذير من بعض المصاريف أو الرغبة بالمشتريات الغير ضرورية أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا القمر زي ما حكينا موجود فيه فبتنشطوا اليوم في أمور إلها علاقة بالدراسة والسفر والاتصالات الفترة هاي مناسبة للخروج في نزهة قصيرة بيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتتمتع بقدرات ذهنية كبيرة وجراءة في التعبير والوصف أهم شيء أنك ما تسكت عن حقك حاول أنك تسمع صوتك بدعوك لتنظيم جدول أعمالك تفادي للإهمال أو للتقصير في ساعات المساء طبعا القمر رح ينتقل للبيت الرابع فعشان هيك الضغوط اللي بتلاقيها على مستوى البيت أو اللي بتشعر فيها أو اللي كانت اللي سببت لك نوع من أنواع الأرق أو التوتر بالفترة الماضية من ساعات المساء بتجد بعض الحلول أو بتخلي الاهتمام والتركيز حول شؤونك البيتية والعائلية بشكل أكبر لأنه أنت عندك رغبة لإنهاء هاي الخلافات أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة على مستوى العاطفي والتقارب ما بينك وبين الأحبة أو إنجاز بعض الأمور اللي إلها علاقة بالعواطف أو التقارب ما بينك وبين أحد الأبناء مثلا ممكن تفكر في نزوة معينة أو تقارب جيد ما بينك وبين الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا منشوف أنه ضاغطة على المستوى الصحي وعلى المستوى النفسي على مستوى العمل ممكن تتراكم عندك بعض الأعمال وما تقدر تنجزها وفي منك راح يهتم ببعض الشؤون الصحية إلو أو لأحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي فالأجواء جيد شيئا ما وبتعمل تقارب جيد ما بينك وبين الشركاء أو الأزواج وممكن تتراجع عن قرار سابق أو تبادر بمصالحة معينة أما بالنسبة للبيت الثامن منقول لك ما تغامر وما تجازف بأمور إلها علاقة بالأموال إذا ما كنت متأكد منها وخصوصا الأموال المشتركة لا توقع على أوراق ولا معاملات دون تفحصها احذر من بعض المصاريف اللي ممكن تيجي استشفائية إلك أو لأحد الأحبة وبرضو بدك تحذر من بعض المجازفات المالية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى أمور العلاقة بالسفر والاتصالات البعيدة والامتحانات وحتى على أمور القضايا القضائية دعم لإلك بشكل قوي جدا فممكن تحقق بعض الإنجازات الرائعة خلال هذا اليوم الحظ حليفك وداعم لإلك بقوة أما بالنسبة لبيتك العاشر فمنجد بيت السمعة بيقولك دير بالك بدك تنتبه لا تجازف لا تغامر لا تشوه سمعتك لا تدخل بأي شيء ممكن يكون فيه مخالفات للقوانين أو مواجهات مع القانون أو مع شخصيات مهمة أما بالنسبة لبيتك 11 فبيت الأصدقاء جيد فالفترة هاي ممكن تجد بعض الأصدقاء حليفين لإلك أو يدعموك في مسألة معينة أو يأزروك في شيء معين الأجواء تدعمك بشكل قوي وفي نفس اللحظة ممكن أنك تحصل بعض المكاسب من بعض الأصدقاء يعني زي يدعموك في مسألة أو ينجزوا بعض الأعمال أو يعاونوك في شيء معين الأجواء حليفة لإلك ودعمة بقوة حاول إنك تستغلها أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو متقلب بشكل كبير عشان هيك ممكن تظهر بعض المتاعب العاطفية أو بعض المتاعب اللي إلها علاقة بأحد الأبناء أو أحد المقربين أو أمور إلها علاقة حتى بإكتشاف خبر معين أو إشي ممكن يزعجك الأهم ضبط الأعصاب ما تهمل صحتك وما تهمل تغذيتك وحاول إنك ما تخوض بأي شيء ممكن يكون في مبالغة أو مخاطرة هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء